مولانا ما جعل الإمام إلا ليؤتم به هكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم إذن متى أو ما هي الأحوال التي بإمكاني أنا وأنا مأموم خلف هذا الإمام أن أفارق أو أن أخرج من هذه أو من إمامة هذا الإمام بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أداب الاقتداء أيوة ووضح القرآن الكريم تلك القضية عندما قال وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا القرآن والسنة بيّن لنا أن الإمام مهم في حياتنا الإمام في المنزل الإمام في العمل القائد الإمام في أي مكان مهم وبيّن أن الشر أن نختلف على الإمام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لا تختلفوا على أئمتكم وقال كما قلت إنما جعل الإمام ليؤتم به فهكذا بيّن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الاقتداء أهمية الاقتمام فهناك أمور ممكن للإنسان أن يمررها يعني يعديها حتى لو الإمام يعني عملها ويستمر في هذا الوبع هذه الجماعة وفيه أمور ما ينفعش أصلاً أنه هو يعني يترك الإمام يعني أو يرضى أن الإمام يتركها طب إيه الأمور المهمة اللي لابد للإمام أن يفعلها وإذا لم يأتي بها كان على المأموم أن يفارقها قالوا أول شيء من هذه الأمور أن يترك فرضاً الإمام ترك تكبيرة الإحرام ده ركن من أركان الصلاة واجب من الواجبات فكيف يعني يترك الإمام ذلك طيب ترك سجدة لا أطاوعه في تركها وبعدين أقول له سبحان الله طيب قالوا فيها لها صورة الإمام سجد السجدة الأولى في الركعة الأولى أيوة إحنا بنصلي هوت جاء الإمام سجد سجدة واحدة ورح قايم ما قاعدش بين السجدتين وما سجدش وبعدين قايم لا ده رح قايم على طول وبعدين ده كده ساب ركنين ساب جلوس بين السجدتين وساب سجدة ده كده ركنين طب أنا أكب أسبح له سبحان الله ما هوش قادر يفهم سبحان الله ما هوش عايز ينزل وهم ممكن ينزل من إيه من الركن طالما أنه لركن ولكن ما ينزلش الركن من ركن إلى سنة مثلا بعد ما وقف وكان ترك التشاهد الأوسط ما تسبحلوش وتقول له وقعد لأمعة لأنه خلاص يعني ساب سنة اللي بنقول لأ التشاهد الأوسط يعني سنة عند البعض وواجب عند البعض والقيام ركن طيب فهنا قلت له سبحان الله لأنه ترك سجدة فما جلسش طيب بعض العلماء أجاز قال أن أقول له اجلس فقد تركت سجدة طيب ما أقعدش إذن هنا أنول مفارقة خلاص كده هنا هنا أفارق الإمام طيب أفارقه إزاي قال لك مش معناها أنك أنت ممكن أن عازل بعيد عنه كده وأصلي الوحدي ولا ممكن أننا أفضل منتظر حتى يجلس هو ويأتي إلى هذا الركن آه أنتظر حتى يأتي هو إلى هذا الركن فإذا ما جاء إلى هذا الركن أتابعه بعد ذلك يبقى بالنسبة للإمام الركعة اللي فاتت دي باطلة وبالنسبة ليه هذه الركعة إيه بيبدأ هو بقى بالركعة دي قامت مقام الركعة إيه مقام الركعة السابق يبقى إذن هنا في هذه حالة لا أتابع فيها الإمام يبقى لا أتابعه عندما يترك فرضا أو ركنا من أركان الصلاة نعم ترجمة نانسي قنقر